السلام عليكم فيديو اليوم إن شاء الله أول فيديو من سلسلة كيكة العيد رح أسوي لكم النكد كيك إن شاء الله حتكون سلسلة من ثلاث فيديوهات رح أبدأ فيها اليوم بالفانيلا كيك رح أسوي معاكم طريقة الفانيلا كيك مرة سهلة وما يبيلها شيء أبداً ومقاديرها جداً بسيطة فلو حابين تعرفون كيف سويتها تابعوا معي أول شي رح أبدأ بالمقادير رح أحتاج إلى سكر وزبدة وفانيلا سائلة وبيض هذه طبعاً مقادير الأولى بالنسبة لمقادير السائلة طبعاً مقادير بالضبط رح أكتبها لكم في المدونة رابطها تحت في صندوق الوصف في العجانة رح أضيف الزبدة ثم رح أضيف عليها السكر ورح أخفقهم على سرعة واطية شوي بس لحد ما يختلطون مع بعض أول ما يختلطون رح أرفع العجانة وأبدأ أكشط الجوانب خطوة كشط الجوانب جداً مهمة لا تستهنون فيها أبداً بطوري نكشط الجوانب ونشيل القاعة لأن عادةً تكون المقادير قاعدة في القاعة فلازم نكشط ونخلط المقادير بالملعقة معانا فنتبه هلها النقطة بعد كده رح أشغل عجانة على سرعة متوسطة تقريباً دقيقة ونصف إلى دقيقتين وفي هالأثناء رح أضيف الخمس بيضات بيضة بيضة ما رح أضيف الخمس بيضات على طول رح أستنى للسكر والزبدة يختلطون دقيقتين تقريباً ثم رح أبدأ أضيف البيضة بيضة بيضة وبعد كده رح أضيف الفانيلا سائلة رح أخليهم بالعجانة شوي تقريباً دقيقة على سرعة متوسطة بعد كده رح أرفع العجانة وأكشط الجوانب وبكده منكم خلصنا الجزء الأول من الكيكة بالنسبة للجزء الثاني رح أبدأ بالمقادير رح نحتاج إلى قشطة رائبة وحليب ودقيق ورشة ملح وباكينج باودر بس رح أشخل الدقيق والباكينج باودر والملح مع بعض علشان يكونوا لي ناعمين وأتأكد إنه ما في قطاع كبار أو خنقوا نتأكد إن الخليط كله ناعم ومطحون كويس رح أبدأ الحين رح أشغل العجانة على سرعة متوسطة ثم رح أبدأ حط المقادير رح نكون سريعين ما بغاكم تقعدون على مهلكم لأن العجينة أو الكيكة ما بغاها تختلط كثير أو تطول وهي بالعجانة فرح أحط شوية من الدقيق شوي حست الدنيا بس مو مشكلة رح أحط شوية من الدقيق ثم رح أحط شوية من الحليب وملعقة من القشطة الرائبة وهكذا أرجع للدقيق والحليب طبعا الحليب أدري طالع شكلها موية كأن قاعدة أصب موية بس ما أدري ليش بالتصوير طالع ليك كذا ولأنا بستعمل حليب حليب طازج يعني مو خليط حليب وموية بس ما أدري ليش صاير بالتصوير كذا مرة مستغربة على فكرة وعموما رح أبدأ أخلطهم كلهم لحد ما يخلص معي الدقيق والحليب والقشطة الرائبة وبكذا رح أقفل على الجانة ويكون خليط الكيك عندي جاهز وبصينية مدهونة بزيت رح أحط الخليط ودخل الفرن على درجة حرارة 180 نار من تحت تقريبا نص ساعة ممكن 25 دقيقة وبس بكذا نكون خلصنا أول جزء من سلسلة النكد كيك انتظروا الجزء الثاني رح أسوي لكم الجبنة الكريمية طيقتها مرة سهلة تابعوني وبس يعطيكم العافية لمشاهدة لا تنسوا نسبسكرايب ولايك مع السلامة